اهلا وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر انا نرمين هندو والنهاردة ان شاء الله بنعمل اخر حلقة من مجموعة حلقات راست السنة يارب 2022 تكون سنة جميلة وسعيدة علينا كلنا النهاردة هنعمل اخر حاجة اللي هي نوعين من انواع الحلويات اول حاجة هتكون بيكان باي او فطيرة البيكان والتاني حاجة هتكون صلاتة فوك نبتدي بالبيكان باي عندنا للعجين واحد معلقة كبيرة سكر واحد ونصف معلقة صغيرة ملح اتنين كوب دقيق تمانية معلقة كبيرة زبدة واحد معلقة كبيرة خل طفع ومية سعى على حسب الحاجة بالنسبة للحجو عندنا اتنين كوب بيكان اربع بيطاط واحد كوب ميبل سيروب تلتين كوب سكر بني تلت معلقة كبيرة عسل اسود واحد معلقة كبيرة بنيليا واحد معلقة صغيرة ملح وست معلقة كبيرة زبدة مذعبة هنبتدي بالعجين هنحط المقدير كلها مع بعض معادة الميبل سيروب وحنخلطهم مع بعض لحد الملمس بتاعهم ما يبقى ملمس رملي وبعد كده هنديد الميبل سيروب مع شوية مية حسب الحاجة دلوقتي هنحط خل التفاح معلش الولت ميبل سيروب بس هو خل التفاح الخل عموما في اي عجينة بنستعملها بيخلي العجينة تفضل لونها فاتح ساعات لو عملنا عجين وسبناها في التلاجة تاني يوم بيبقى لونها اغمق شوية لو احنا حطين خل في العجين ده ما بيحصلش وبتفضل العجين بنفس اللون الفاتح اللي عملنا بها اول يوم نقلب خل التفاح وشوية مية كده العجين جاهز زي ما احنا شايفين ده الملمس بتاعه وبعد كده طبعا هنفرده ونحطه في صينية التارت وحنحط معاه طبقة من البقول وحندخله الفرن عايزينه يستوي نص سو لان احنا لسه هندخله الفرن مرة تانية بعد ما نضيف الحشو فوق العجين هنسويه بس النص سوى لان الحشو مليان سويل فلو العجينة مش مستوية نص سوى العجينة هتترقاوي ومش هتدينا نتيجة حلوة زي ما احنا شايفين ده كده العجينة مستوية نص سوى الحروف بتاعتها هتود اتخذ لون دهبي فاتح وفي نفس الوقت من جوه هنا لسه ما نستويتش تماما لكن مستوية كفاية ان هي تحافظ على الأرماشة بتاعتها حتى بعد ما نضيف السويل اللي هي هنحطها مع بعض دلوقتي هاسيح الزبدة في المايكروييف وحضرب البيض مع بعض بالنسبة لبيكون باي مش عايزين ندرب جامد لان انا مش عايزين نطلع رغاوي فقاعات فوق الوش لو البيكون باي كونت الفقاعات فوق الوش دي ما بيبقى الشكلها حلو قوي احنا عايزين التوب بتاعها يبقى ناعم دلوقتي هابتدي احط المايبول سيرب العسل الاسود بانيليا ملح والسكر البني ويبقى فضل لنا الزبدة نحط الزبدة كمان ونقلبهم كلهم مع بعض حلوها اوكي هاسيبدي علي جام ونبتدي نحط البكان في الباي يفضل لو سويناه لكن ويبقى كلهم الحتة المسطحة بتاعته هي التحت بيدي شكل احلى لما الباي بتخلص طبع دلوقتي مش هعد ارسه عشان هياخد وقت بس بقلبهم وزي ما اتنا شايفين حتى بالرغم من ان انا دربتهم بس بالويسك بيدي وحاولت مضربش كتير بيعمل شوية ترغبة فوق الويش فدلوقتي نشيل الرغاوي دي بالمعلقة علشان يبضل السطح بتاعنا مفيهوش الرغاوي دي فوق الويش ناخدهم كده كلهم كل الرغاوي دي تتشل على قد ما نقدر نشيل الرغاوي دي مش هتدي شكل حلو في الاخر ودلوقتي نجيب الخليط اللي جهزناه ونبتدي نحطه فوق العجين مع البيكان وما نقلقش ان هي سايبة اوي كده لان هي فيها بيد فالبيد طبعا لما حيسخن هيمسك في بعضه في الفرن ونوزع البيكان نتأكدان في البيكان كلها متغطية في كل الاجزاء كده كريس ودلوقتي هندخلها الفرن على درجة حرارة مية وستين هتوعد حوالي عشرين خمسة وعشرين تلاتين دقيقة بالكتير لحد الخليط السائل ده ما يتمسك ويدينا بيكان باي ان شاء الله ده جيبكم وده بيكون شكل البيكان باي بعد ما بتطلع من الفرن وبنقدمها مع ايس كريم وهي لسه سخنة وبنجيب ايس كريم وبنحط على كل قطعة من البيكان باي ايس كريم وبنقدمها بالطريقة دي وبكده نكون خلصنا اول وصف حلقة النهاردة عملنا بيكان باي وقدمناها مع ايس كريم بانيليا وفاضل ان احنا نعمل فروت سالد وبعد كده نقدم بوفي راس السنة مع بعض ان شاء الله اهلا وسهلا بكم نعمل اخر وصفة ان شاء الله هنقدمها مع بعض في حفل او في عشاء راس السنة دلوقتي هنعمل مع بعض فروت سالد وحنقدم الفروت سالد في الاناناس زي ما انتم شايفين احنا فرغنا الاناناس اسمناه بالنص وفرغناه من جوه سبنا حوالي سنتي كده من كل جانب علشان العصير او الجوهز يعني بتاعت الفروت سالد ما تنزلش منه وطبعا فروت سالد يعني مالوش واصفة معينة قوي بنختار الفكهة اللي احنا بنحبها هنا احنا جايبين اناناس عينب اخضر او ابيض وعينب احمر فراولة برقوق خوخ برتقان كيوي منجا وعلشان ندي الفكهة طعم يعني مساعدت مش كلها بتبقى مسكرة قوي عندنا كوباية سكر وكوباية كريمة الكريمة بتخلي طعم الفكهة حلو قوي طبعا كريمة لما نضفها اي حاجة بتخليها حل هي والزبدة فاللي هبتدي بيه ان انا هحط السكر مع الكريمة اقلبهم مع بعض واسبهم السكر يدوب في الكريمة لحد ما اخلط كل ما ادير الفكهة مع بعض وطبعا لما هنحط معاهم الفكهة الفكهة كمان هتبتدي تنزل العصير بتاعتها وكل ده هتختلط مع بعض في الطعام بتاعه في الفروت سالاد هحط برقوق خوخ معرفته تشعير تراتي تزوجة تزوجة مسكرة مثلا Er لنور تشعير التشعير واناناس طبعا الاناناس ده احنا مقطعينه من الاناناس اللي فرغنا من القشر بتاع الاناناس اللي احنا حنقدم فيه اشيل دول من هنا وحط شوية من العنب وشوية من الاحمر كمان في ذو الوقت اجيب الكريمة والسكر وهنحطهم فوق الفكرة احنا لحد المرحلة دي ممكن نجهزها من بدري شوية ونسيبهم كلهم مع بعض في التلاجة يتشربوا طعم من بعض وطعم السكر والكريمة نقلبهم مع بعض بس نقلب بالراحة علشان مش عايزين نهري الفكرة زي ما قلنا في المرحلة دي ممكن نسيبهم في التلاجة شوية ساعة او ساعتين قبل ما نقدم المرحلة دي ممكن نحط الفروت سالد في الاوالب اللي احنا عملناها من الاناناس نحطهم ونخلي كل واحدة فيهم فيها كمية تبقى مرتفعة كده وحق التلاجة بالمصش في الثروت سالد وحق نقلب المرحلة جهة مرحلة فكرة كل مرحلة جهة جهة احنا مرحلة جدا موسيقى 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 نحط بالشكل ده ونحط كيوي موسيقى 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 وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة وخلصنا الخمس حلقات الخاصين براس السنة يارب 2022 تكون سنة سعيدة وجميلة وحلوة علينا كلنا الأصناف اللي عملناها مع بعض أول حاجة بتدينا بيها عملنا شربة المشروب بورتوبالو وعملنا لها جارنش كمان من المشروب والتوم والبقدونس بعد كده عملنا مع بعض كاكتيل الجامباري وقدمناه معه الخاص ومعه الماري غوز سوس بعد كده عملنا الكراون ريب روست وعملنا معه الحشو بتاعه وقدمنا معه بطاطا ما شوية في الفرن كطبق جانبي معه وبعدين عملنا البطاطس وعملنا كمان السبانخ الجراتين اللي اتنين اتعملوا في الفرن السبانخ بس هي اتعملت على النار وبعد كده دخلت الفرن مرة تانية وبكده عملنا كمان السامن وانكروت حطينا السالمن مع اسبارجس وغطيناهم بعجين ودخل الفرن والسامن اتخبز تماما جوه الفرن ما تسويش خلص برا الفرن لان كمية الحرارة بتاع الفرن كافية انها تسويه جوه العجين واخر حاجة عملنا نوعين من الحلويات عملنا البيكان تاي وقدمناها مع الايس كريم زي ما احنا شايفين هنا واخر حاجة خالص عملنا صلطة فواكه وصلطة الفواكه قدمناها في القالب او في الاناناس نفسه بعد ما فضناه من الاناناس اللي استعملنا برضو كواحد من انواع الصلطة اللي عملناها في الفروت سالد يا رب الاصناف دي والوصفات دي تكون عجبتكم وتعملوها في راس السنة ونقضي ان شاء الله مع كل حبيبنا واصحابنا واهلنا وقت جميل وسنة سعيدة علينا كلنا يا رب واشوفكم في الحلقات الجاية على خيرت الله ان شاء الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة